مركز محافظة بابل خلصة تصاميمة عام 2012 تقريبا خلصة التصاميم لمركز المحافظة ومنذ عام 2012 لغاية الآن عفوا عام 2020 مشروع مجاري الحلة يتأرجح ما بين وزارة البلديات ووزارة التخطيط ووزارة المالية وحقيقة المحافظة عجزنا عن تنفيذ هذا المشروع أو إحالته وأقول لك إياها بمنتهى الصراحة بسبب شركائنا بالقرار في الحكومة المركزية اللي هم وزارة البلديات ووزارة التخطيط ووزارة المالية والآن الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشروع كان يفترض بأنه يحال خلال عام 2016 أو 2017 بأسلوب التنفيذ بالآجل وجانا توجيه بأن هذا المشروع يفترض بأنه ينعلن ويحال وأهلنا شركات ووصلنا إلى مرحلة الإحالة اتفاجأنا بكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه يمنع الحكومات المحلية من إحالة مشاريع بالآجل كونها عاجزة عن إعطاء ضمانات بنقية أو سيادية لشركات المتنافسة على مثل هكذا مشاريع